بسم الله الرحمن الرحيم من الدماء التي تصيب المرأة دم الاستحاضة وهو النزيف وما يعرف اليوم بالنزيف وهو دم فساد ويختلف عن دم الحيض كما ذكرنا سابقا في الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض كيف تتطهر المستحاضة من هذا الدم قالوا أنها أولا تغسل فرجها بالماء غسلا جيدا وتنظف بالمناديل والفوط وما شبه ذلك حتى يزول الدم تماما ثم بعد ذلك تعصب فرجها أي تشده بخرقة أو بما يستخدم الآن من أدوات توضع في مثل هذا الموضع ويسمونها الفقهاء تلجما أو استثفارا ثم تتوضى لوقت كل صلاة أي يجب على المستحاضة أن تتوضى لوقت كل صلاة إذا خرج منها الدم فإن لم يخرج منها وبكيت على وضوءها الأول فإنها تصلي بوضوءها الأول لكن لو خرج منها الدم فإنها تتوضى هل يجب عليها الاقتصال لكل صلاة؟ لا يجب عليها وإنما يستحب أن تغتسل لكل صلاة أي لوقت كل صلاة فإذا قويت فعل ذلك وإلا فإنها تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فبدل من أن تغتسل خمس مرات تغتسل ثلاث تغتسل ثلاث مرات صلاة المستحاضة المستحاضة تصلي إذا توضأت تصلي النفل وتصلي الفروض لأنها طهارتها طهارت رفع حدث فإذا رفعت حدثها فإنها تصلي ما شاءت من الفروض وتصلي ما شاءت من نوافل بهذه الطهارة ومسألة وطء المستحاضة هناك قولان الأول أنها لا تؤطى ولا يحلوطها إلا مع الخوف مع خوف العنت يعني إذا كان الإنسان يخاف على نفسها من الوقوع في الزنا فإنه يحل له وطءها مع خوف العنت أي المشقة بترك الوطء هذا هو المذهب لأنه دم ومستقدر وربما فيه أضرار والإنسان يستقدر مثل هذا الأمر فبنو هذا الحكم أنه لا يحلوطها إلا مع المشقة وأيضا الإنسان قد يتأذى بمثل برؤية هذا الدم وقد يتلوث بمثل هذا الدم فبالتالي قالوا أنه لا يحلوطها إلا إذا خاف المشقة بترك الوطء هذا هو المذهب والقول الآخر أن دم الحيض يختلف الاستحاضة يختلف عندما الحيض وإن له أن يطأها وأن ذلك ليس بحرام والله سبحانه وتعالى يقول نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن نشئتم والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا استحاضت نساءهم فإنهم كانوا لا يعتزلون النساء في مثل هذه الحالة ولم يكن يمنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينبهم على أن ذلك حرام ولأن الأصل هي الحل في المرأة فما دام أن الحيض يمنع وهو دم معروف فإن دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض وبالتالي يحل له أن يستمتع بزوجته وهي مستحاضة وليست بحائض في فرق المستحاضة يجوز أن يجامعها زوجها وإن كان أقول لكم أنه يعني تستقدره النفوذ ولذلك قال الحنابلة لا يحل الله مع المشقة مع مشقة ترك الوطن أما الحيض فلا يجوز له أن يجامعها وسبق أن ذكرنا ذلك مسألة الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة الفرق الأول في صفات الدم فدم الحيض غليظ أسود منتن وأما دم الاستحاضة فهو دم خفيف رقيق ليس له رائحة الفرق الثاني دم الحيض دم طبيعة وجبلة يعني أن النساء مجبولون على هذا الدم وله حكمة وأما دم الاستحاضة فهو دم عرق وهو يعتبر مرض يصيب المرأة الفرق الثالث أن دم الاستحاضة يخرج من عرق في أدنى الرحم يعني في أعلى الرحم وأما دم الحيض فإنه يخرج من قعل الرحم الفرق الرابع أن دم الاستحاضة ليس له وقت معلوم وأما دم الحيض فإن له أوقات معلومة محددة ستة أو سبع أيام غالبها الفرق الخامس أن الحائض يحرم وطؤها وفيه الكفار كما ذكرنا ذلك وأما المستحاضة فذكرنا أن هناك من يقول لا يحل إلا مع المشقة وهناك من يقول أنه يحل ولا يحرم هذا هو الراجح الذي رجحه أبي عثيمين ودلت عليه الأدلة الفرق السادس أن المستحاضة تأخذ حكم الطاهرات فيما يتعلق بوجوب الصلاة والصيام والطواف والنهيق عليها الطلاق وأما الحائض فإنها تخالف المستحاضة فيما تقدم من الأحكام هذا والله أعلم